بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقص حاد في الدبابات وسبعة زئاب على الأقل يمكن أكتر من كده يحيطون بالنتنياهو من كل اتجاه وعايزين ينقضوا عليه يفترسوه مرة واحدة منهم ما هقولك عليهم الوقتي قصة الدبابات على السريع كده نقص حاد جدا في الدبابات بسبب الكميات اللي الصهينة خسروها في غزة وده خلصة الخبر وده بيعطي لك انطباع أن المقاومة في غزة مش رحمة الموضوع ده وبيعطي لك انطباع أن الجيش الصهيوني مغروس في غزة ودي خلصة الفقرة دي عشان أنا عايزة أتفرغ بقى للزئاب السبعة أو أكتر من الزئاب السبعة وبيعملوا ايه في النتنياهو وللأسف الشريك جدا الصهينة العرب من ناحة التانية عملين يحاولوا ينقضوا في النتنياهو ده الوضع اللي شغال لسيما بعد المسبحة بتاع المواصي ده الموضوع عموما اللي هنتكلم فيه النهاردة فركز معايا وجاي لك بعد الفاصل من فضلك تقرأ التعليق المثبت أسفل الفيديو لأنه لما بنسى حاجة بكملها في هذا التعليق المثبت أول واحد من الزئاب السبعة دول يا ابو الشباب اسمه عموس جلعاد وده لواء وهذا الرجل بيفضح النتنياهو عيني عينك وعلنا وبيقول إن حديث النتنياهو غير مطابق للواقع وأن الواقع أن الجيش الصهيوني بيغرق في غزة وعليه إنه يعني يتصرف وإنه ما أحسنش الإدارة من البداية وداخل معاه في الموضوع ده والراجل ده على فكرة كل يوم يطلع له قصة أو كل كم يوم يطلع له قصة يعني واضح أن هناك مايستره كبير هو اللي بيدير الزئاب ديت إن كانوا سبعة ولا تمانية ولا عشرة ولا أكتر وغالبا المايستره الكبير ده هم الأمريكان وغالبا زي ما قلت لك قبل كده إن الأمريكان بيمسكوا العصى من المنتصف يعني بيستعدوا من ناحية لتصفية إسرائيل وتفكيكها عشان ما تنقلش ولاقها الروس لروسيا زي ما قلت لك قبل كده وما تلحقش تعمل حاجة زي كده وتنقل الجنود اللي هم في الجيش الصهيوني وحتى تنقل كل المتواجدين من الصهيونة إلى المكان اللي أمريكا عايزاه وده الكلام قلت لك قبل كده فلاجع الفيديوهات القديمة من ناحية تانية أمريكا بتلعب على وطر آخر وهو إيه وهو تأخير تفكيك إسرائيل إلى أقصى فترة ممكنة وده واضح من بداية الحرب إن هم عملين يأجلوا وبعدين يدوا عرضه وبعدين يرجعوا يدوا نفس العرض بشكل مختلف بألفاظ مختلفة وبعدين يرجعوا يطلبوا المنتصر اللي هم المقاومة الفلسطينية بإن هم يقبلوا شروط استسلامية وبعدين يرجعوا مش عارف يحاولوا يعملوا الجسر العائم خد بالك الجسر العائم الوقتي تحت التفكيك وده اللي قالوه والجسر العائم تحت التفكيك لأنه ما قداش الغرض اللي هم عايزينه وهو تخويف الغزوية وإجبرهم على اللجوء للجسر العائم الناس ثبتت في مكانها وما فرطتش في أرضها ده بس خبر على السريع أعتقد أن هم بدأوا بالفعل في تفكيك الجسر العائم المهم يا بالأبطال أمريكا هي المايسترو اللي ماسك العصى من المنتصف من ناحية بتستعد لتفكيك إسرائيل وتوجيه القوة الديمغرافية يعني السكان اللي هم على الأراضي المحتلة توجههم إلى المنطقة اللي أمريكا عايزاه خليني أخرج من الموضوع وأنا جوى الموضوع برضو إزاي ما هي أمريكا الوقت يا بالأبطال على ما يبدو عندما جاء ترامبا هيكون في تفاهم بشكل أو بآخر على أن هم هيوقفوا الحرب في أوكرانيا ويمكن يدوها كلها للروس وحتى يمكن أنا قلت لكم قبل كده بدون مقابل لكن يبدو أن المقابل الوقت هو أن أمريكا عايزة تكسب الوقت عايزة تكسب الوقت ليه عايزة تستعد على أرضها وعايزة تعمل المصانع على أرضها لأن هي عارفة أن المصانع الوقت اللي في الصين ممكن توقف عنها الاستيراد وحتى المصانع اللي في كوريا الجنوبية وفي اليابان وفي سنغافورة ممكن أمريكا ما تقدرش برضو تاخد منهم حاجة بالذات لما تحصل حرب لأن مسألة طبيعية أن الصين تقطع خطوط الإمداد ودي أي واحد عسكري يفهمها فأمريكا يبدو أن هي بتستعد للنقطة دي أنتوا فاكرين من زمان لما أنا قلت لكم أن أمريكا بتعمل المصانع بضل أمريكا اللي هي المصانع المدنية ولكن أمريكا بتحتفظ بي المصانع العسكرية وما يخدم المصانع العسكرية يعني صناعة الحديد والصلب صناعة الفولاز صناعة الشرائح الإلكترونية صناعة السبائك إن كانت ألمونيوم أو كده عشان عالم الطيران يعني في صناعات كثير في أمريكا لكن كلها بتخدم الصناعة العسكرية صناعة السيارات نفسها في أمريكا بتخدم الصناعة العسكرية وعلى فكرة أنت لما تيجي تسمع عن أن هناك مصنع سلاح هو في الحقيقة مصنع تجميع سلاح يعني المصنع دوت لما بيصمم سلاح معين بيبقى عائز مجموعة من القطع بيطلب من الشركات اللي هي بتصنع السيارات اللي هي بتخرط الحديد وبتعمل السبائك بيطلب منها إنتاج قطع بأشكال معينة ومواصفات معينة ومأسات معينة وبقوة معينة وبسابيكة معينة بيطلبها من الشركات دي ويجيلوا على إجاز من الشركات دي وبالتالي بعد كده بيجمعها وبيبقى هو مصنع السلاح لكن في الحقيقة المصانع اللي هي بتخدم العربيات هي المصانع اللي بتصنع العربيات هي اللي بتخدم صناعة السلاح وطبعا السكك الحديد وكده لذلك تلاقي أمريكا محتفظة بصناعة قوية جدا للعربيات وللسكك الحديد لماذا؟ لأن هي النواهي الأساسية في صناعة السلاح خليني أرجع للموضوع وأقولك أن أمريكا بتمسك العصى من النص وأن أمريكا على ما يبدو خلاص يئست من أوكرانيا ولئت أن كثرة الضغطة أكثر من ذلك هتخلي الناتو ينفصل إلى ناتو أوروبي وناتو أمريكي وده واقع الوقت والتهديدات اللي هي عملتها من بولندا شكلها مش نفعة وشكل أمريكا كده شافت أن أوروبا الغربية مش هتسمح لها بالإمداد وأن هي إمدادها عن طريق البحر البلطيق هيبقى معرض للضرب وكده وشافت يعني أن الحرب هتبقى خسرانة والنتيجة أن هي هتدي للروس زريعة أن روسيا تهاجم بولندا وأن بعد كده بولندا تبدأ ترجع في فلك الروس مرة تانية وكلاب الحراسة اللي موجودين في بولندا اللي هم ولاهم لأمريكا الآن يتحولوا أو ينتهوا وبوطن يجيب كلاب حراسة جديدة موالية لموسكو وكده فأمريكا خافت من السيناريو ده اللي يستغرى بالكلام ده أقول له بمنتها البساطة شوف أوكرانيا نفسها موالية لروسيا على مدار التاريخ زيها زي بلا روسيا كده أو روسيا البيضاء ولكن أمريكا عملت لها صورة ملونة وطردت الرئيس الموالي لروسيا وجابت بداله زي للنسكي هذا وبعد ذلك بالأبطال بقت أوكرانيا عايزة تخرج من الولاء الروسي لكن روسيا مصممة على أن أوكرانيا في أضعف الظروف تبقى محيدة لأنها تهدد الأمن القوم الروسي وبمنتهى السهولة والمعركة كانت دايرة على الموضوع ده الخلاصة أمريكا وصلت إلى قناعة على ما يبدو أنها بسبب تخلي الأوروبيين عنها فهي مش هتقدر تخش في موضوع حرب ومش هتقدر توسع الحرب وبعد كده يا أبو الأبطال هتعمل تفاهم مع روسيا وأنا قلت لكم الكلام ده من حوالي كم يوم كده وقلت لكم مش عارف هيكون السبب إيه إنما الوقت على ما يبدو السبب هو إن أمريكا عايزة تكسب الوقت فعشان كده هي بتتلكأ وتتلكع في الحرب في غزة ومن ناحية تانية برضو هتتلكأ وهتتلكع في وقف الحرب الأوكرانية وهتفضل تستهلك في الوقت يعني أطول فترة ممكنة طب هي أمريكا عايزة إيه من الوقت يا أبو الأبطال قبل ما كمل لك قصة الزئاب الملتفة حول نتنياهو خليني أجوبك على هذا السؤال فركز معايا زي ما قلت لك قبل شوية إن أمريكا بالوقت شعرت إن هي مش هيجيها إمداد من بره في حال إنه الحرب نشبت أو كده وبالتالي هتبقى كرسة بالنسبة لها فهي الوقت هتستفيد منه على إن هي هتبدأ تنشئ مصانع مدنية على الأراضي بتاعتها لأن الوقت ما فيش حاجة تضمنها إلا الأراضي بتاعتها أو شوية دول مولية من أمريكا الجنوبية برضو ممكن ولكن أنا قلت لك قبل كده إن أمريكا مش عايزة تعمل مصانع في أمريكا الجنوبية لأنها تعتبر بتطلق النار على أخدمها وبعدين يرجعوا يستفحلوا زي ما في الصين استفحلت وبعد كده يرجعوا ينقلبوا على الأمريكان أمريكا بتاخد كل احتياطي لكن واضح إن هي في الصين برغم كل الاحتياطات اللي أخدتها لكن الصين استفحلت وبعد ما استفحلت انقلبت عليهم فممكن أمريكا تستفيد من التجربة وتعمل على أراضي أمريكا الجنوبية أفضلها أفضلها ليه بقى يا أبو الأبطال ما هو دس لحظوا حدين الحد الأول اللي أنا لسه إليك عليه الوقتي هو إيه هو إن الدول اللي أمريكا تقويها ترجع تنقلب عليها وتستفحل وتنقلب عليها طيب إيه هو الحد المفيد بقى لأمريكا أمريكا بتستفيد أو بالأحرى كل الشركات الأمريكية بتستفيد إن هي بتستورد السلع دي من بره بطراب طراب الفلوس يعني بشيء رخيص جدا الشركات الأمريكية بتستورد السلع دي وبعد كده بتبعها داخل أمريكا بأسعار جنونية لكن لو صنعتها جوه أمريكا مش هتقدر تحصل الأسعار الرخيصة هذه لأسباب كثير بقى مثل إيه هذه الأسباب مثل أول حاجة اليد العملة الغالية وده فرق مهول جدا طيب إيه كمان الطاقة الطاقة وأسعار الطاقة وأسعار البترول والكهرباء والأمور دي كلها برضو هترفع التكلفة رفع جمدة نهيك بقى عن الضرائب لأن أمريكا لما بتعمل مصانع بره أمريكا ما بتدفعش ضرائب وفي الحقيقة المصانع بتبقى مثلا اسمها في البلد الفلانية زي سنغفورة مثلا أو قوريا الجنوبية لكن الملاك الحقيقيين هم أمريكان ومستثمرين أمريكان ولكن أمريكا يعني بتشتري منهم بشيء شبه معقول يعني أمريكا بتشتري منهم بأسعار مش هقولك يعني معقولة بس على الأقل معقولة بالنسبة لكوريا الجنوبية بالنسبة لسنغفورة حتى بالنسبة لليابان ولكن بالنسبة لداخل أمريكا الأسعار بتبقى يعني الأمريكان بيدفع فيها أسعار مضاعفة بشكل جنوني فالشركات بتربح بشكل كبير لكن لو الشركات عملت المصانع في داخل أمريكا هتظلها تربح برضو لكن أرباح أقل مين المستفيد في السكة لو عملت الأرباح هو أمريكا هو المواطن الأمريكي اللي هيجد فرص عمل ضخمة وبعد كده يبدأ مستوى المعيشة بتاعه ويطلع وده أمريكا بتحاول توفره عشان بدل ما يدخل جيب الشعب يدخل جيب المستثمرين وأنا قلت لك ألف مرة قبل كده أن المستثمر هذا لا هو عبقري ولا نيلة ولا أستاذ في الاقتصاد ولا يحزنون هو صايع وعربجي لكن هو مجرد محفظة من المحافظ بتاع المخابرات الأمريكية يعني لما المخابرات الأمريكية تحتاج فلوس مش هينفع أن هي تلمم الشعب إنما تضغط على واحد بس زي دوت سارق أموال الملايين مش ملايين الأموال أموال الملايين من البشر سارقهم وبعد كده تقول له ادعم هنا أو اعمل هنا أو مول هنا أو كده ولا هيقدر يفتح بقه بالطبع أنا اديتك خلفية سريعة عن الموضوع لكن أوكرانيا والتطورات اللي جاية عايز حلقة مستقلة خليني أرجع الوقتي إلى الذئاب المحيطة بالنتنياهو أنا قلت لك مش عارف أنا قلت لك على أولمرت أو لا المرت المرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ده يا أبو الشباب يعني قالها بصراحة قال سوف يتم اعتقال نيتنياهو وسوف يقدم لي المحاكمة بإتهاء بأنه ارتكب جرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جبها بكل صراحة ذئب من الذئاب كمان يا أبو الشباب اللي هو لبيد لبيد ده بيتظاهر أنه هو بيحاول يقدم طوق النجاح لنتنياهو فبيقول له ما تخافشي قدم يعني أعمل الصفقة بتاع التبادل ووقف الحرب لأنه انتوا عارفين سومترش وبين غفير من ناحة التانية بيهددوا النتنياهو بيقولوله لو وقفت الحرب احنا هنخرج من الحكومة وهتسقط الحكومة وانت كمان هتسقط وهتخش بقى على المحاكمات والذي منه ده الاتجاه يعني ده الفك اللي نتنياهو وقع فيه الفك التاني بقى يا أبو الأبطال الحرب والوحوش اللي بيفترسوا الجنود هناك لسه بقى فيه فك تالت كمان اللي هي الانقلابات الداخلية في المجتمع الصيوني والمظاهرات وعلى فكرة ادام دخلنا على المجتمع الصيوني خلينا اقولك انه الوقت فيه صدامات شرسة جدا بين الحريدم وبين الشرطة العسكرية لانه الحريدم الوقت قانون التجنيد بيلزمهم وهم رفضين وبيضربوا في بعض ده يعني صورة من صور ايه الصراع داخل المجتمع الصيوني لكن هو الصراع في الحقيقة اكبر من كده بكتير لانه زي ما الحاخام ده قال لهم قال لهم ان كان بتوع الشمال مهجرين للوسط وبتوع الجنوب مهجرين للوسط وما فيش وظائف وما فيش وما فيش والاقتصاد منهار انتوا بتعملوا ايه خربتوا بيتنا يعني عايز يقولوا باللهجة المصرية كده خربتوا بيتنا ده اللي هم ده اللي هو ايه الحاخام ده قال عليه واحد كمان من الذئاب دول ياب الشباب اسمه يتسحاك بريك وده نازل انتقاد في النتنياهو وكل شوية يطلع يقولوا ان الجيش غرقان في غزة وانت اللي غرقت الجيش في غزة وادارة فشلة وداخل يعني عمل حمل النتنياهو المسئولية وهو وقادة الجيش بوجه عام بيقولوا انه مفيش حل هناك عسكري حتى الامريكان الوقت يقال لك مفيش في غزة حل عسكري يمكن ان هو يفرض شروط النتنياهو هناك وفي نهاية المطاف على اسرائيل ان هي لازم تخرج بصفقة وما فيش خروج الا بصفقة عايزة اذكرك اننا قلت لك من قبل ان المسألة مسألة قوة والقوة تفرض الواقع وتحميه وقلت لك ان المسألة لو انه الامر يرجع للامريكان فقط كانوا طلعوا وعملوا في غزة زي ما بوتين عمل في سوريا وكانوا ضربوهم بالكيماوي وكانوا عملوا جرائم كتير لكن الصراع العالمي يعرقل ذلك ومن ناحية تانية هم كانوا معتمدين على القوة البرية راحوا وقعوا في الفخ ايه هو الفخ قلت لك عليه واذكرك به تاني هو انه المقاومة سبتهم تركت الجيش الصهيوني يفرد على قطاع غزة يعني يفرد على غزة من اولها الى اخرها وبعد بقى ما فرد يا ابو الابطال ايه اللي حاصل المقاومة في الانفاق تحت الارض وشايفين ايه اللي بيحصل فوق الارض الجماعة اللي فوق الارض بقى اللي هم الصهينة مش شايفين حاجة وعملين يتضربوا فقال لك ننسحب تنسحب ازاي ده انت دخلت المصيادة مش هتنسحب بقى غير بصفقة هم الوقت عملوا لك الصفقة ومن ضمن الصفقة انسحب الجيش الصيوني النتنياهو للمقاومة لا ده هو امله وحلمه ان الجيش الصهيوني ينسحب من غزة ودي حاجة هو بيتمناها لان الجيش الصهيوني واقف هناك في غزة يتحرك للخلف يتضرب للامام يتضرب وهو واقف مكانه هيجوع وهايعتش وعايز اندادات وبرضو يتضرب فهم عملوا عدة محاولات وكل مرة تحصل مجزرة تعرف ان كان فيها محاولات وكان فيها خسائر جمدة يعني مجزرة المواصي دية مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء ويقبلهم في الصالحين وان يشفي الجرحة والمكلومين ويصبر اهل الجميع اللهم امين يا رب هذه اللي هي مجزرة المواصي كان سبقها لو انتم فكرين اعلان عن عمليات عسكرية نوعية وضربه ومش عارف ايه وسقوط قتل كثير انا ما بيبقاش عندي وقت ان انا كل ما يحصل حاجة كده اتكلم فيها بس بحاول اجيب لك الصورة بشكل اجمالي وبعد ذلك يا ابو الابطال على ما يبدو ان الصهينة طلبوا من المقاومة الفرقة دي تنسحب مرضيوش راحوا ايه اه انسحبوا بدون اذن من المقاومة راحت المقاومة ضرباهم راحوا الصهينة يعملوا ايه يفضوا ويفشوا غليلهم في المدنيين يضربوا في المدنيين وبعد كده يا ابو الشباب بقى يداروا على الموضوع دوت ودي يمكن من اسباب محاولة الاغتيال بتاع ترامب ان هي وحدة من اسبابها ان هي طبعا محاولة فاشلة ومحاولة كرتونية اصلا من اسبابها او من مكاسبها للصهينة او الصهينة استغلوها فانهما يغطوا على المجزرة اللي ارتكبوها في المواصي لبرمان كمان واحد من الذئاب اللي هما انطلقوا على النيتنياهو اعتقد قلتها لك في اول الفيديو دي سيت في الحقيقة خلينا اقولك ان هو اللي برمان بيقولك اكبر هدية لاسرائيل الان ان النيتنياهو يخرج من الحكومة وكلهم لما يكتمعوا في هذا الاطار تعرف ان هناك مايسترو واحد هو اللي بيدرهم وقلت لك هما الامريكان وعايزة فهمك نقطة مهمة للغاية في وقت الحرب الرئيس او المسؤول ما بيسمحش للاعلام بحرية ولا نصف حرية ولا ربع حرية وبيتحول الى اعلام كرتوني عشان يطمن المجتمع في الداخل ده في اي بلد في العالم وما تصدقش ان في بلد في العالم يعني عندها النزاهة في الاعلام لدركة ان هو يتكلم بصراحة في وقت الحرب بديه شيء شبه مستحيل الملاحظة التانية اللي انا عايز اقولها لك ان الجماعة اللي هما الصهينة القادة اللي هما قادة سابقين زي ليبرمان وزي أولمرت وفيه اعتقد يائير بس يائير بحول يطمن النتن عشان يشده وفيه اعتقد واحد تاني بس نسيت اسمه وغير بقى الخبراء العسكريين اللي هما بعملين يتكلم ويفضحوا في الجيش وكده الناس دي لما تتكلم بالطريقة دي وتتكلم بالتناسق هذا تعرف ان هي تحت السيطرة الامريكية ودي ما تشكش فيها وإلا لو كان هما منهم لنفسهم كده وضمرهم وقعهم كانت النتيجة معروفة انهم هيتقتلوا ويقول لك حماس قتلتهم او مش عارف مين قتلهم وهيخشوا في هذا المضمار المهم بقى يا ابو الشباب في عز ووجع الدماغ ده على فكرة الجيش كمان منقلب عن نتنياهو بيقول عايزين صفقة بأي تمن لان هو قادة الجيش هما المأزومين اكتر من الادارة السياسية لا سيما ان الوقتي المقاومة عندها نهج جديد في التعامل والضرب ايه هو ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم جدا نهج المقاومة الوقتي ان هي عن طريق الهون او عن طريق صواريخ او اسلحة يعني مناسبة بيضربوا الادارة الخلفية الوقتي وده حتى واحد من المعلقين قالك هذا اللي كان بيفعلوه الجيش الشيوعي الصيني او كلا يعني ذاك المعركة فيها الصين فالخلاصة قالك ان هم كانوا يعني بقدر الامكان بيحاولوا ما يضربوش الجنود وبيحاولوا يوصلوا للادارة الخلفية اللي بتحرك الجنود وده النهج اللي المقاومة بتعمله من فترة وده اللي خلى الجماعة القادة المتوسطين والصغار في الجيش عايزين صفقة بأي تمن لانه كل واحد فيهم شاعر بان حياته في خطر وانه ممكن يروح في اي لحظة في خضم هذه الهزائم والانتكاسات بيجوا الصهين العرب الله يريحنا منهم بيجوا عايزين ينقذوا النتنياهو بأي طريقة ازاي ركز معايا جاء واحد ياسيدي اسمه منير الجاغوب وده قيادي في حركة فتح يعني واحد من كلاب عباس يعني باختصار هو بوخ لعباس باختصار فقال اي قال انه الصهين مش اصدهم يضربوا المدنيين وانه السبب ان المقاومة الفلسطينية بتستخبى داخل المدنيين ويتترس بالمدنيين والسبب في ان اسرائيل بتضرب المدنيين هو ان المقاومة بتستخبى بسطيهم خد بالك هذا كلام حرفيا اللي اسرائيل بتقوله يعني اسرائيل في مجزرة المواصي مثلا بررت ماذا قالت قالت ان هي قتلها معلومات عن ان محمد الضيف في هذه المنطقة عشان كده ضربت بكل شراسة طيب هم عارفوا ازاي ده هو اصلا محمد الضيف بالنسبة لهم مثل الاشباح بالضبط يعني هم مش عارفين عنه اي حاجة انا اقولك الصهين نفسهم مقتنعين ان محمد الضيف ما كانش هناك الصهين نفسهم بيدربوا وبعد ما يضربوا يقولك ان في مقاومين وكان في مقاومين جوا طيب الوقت هم اسقطوا عشرات الالاف من الشهداء طلع مين من المقاومين فيهم طلعت اي شخصية بارزة ولا واحد حتى في الاربعين الف يعني الكذب بتاع الصهين واضح ومتعمد ومقصود والمخزي والمحزن ان يجي لك واحد زي الجاغوب هذا ويروح يتبنى الرواية الصهينية ويروق لها طبعا حركة حماس وي المقاومة بوجه عام طلعوا وادانوا هذا الكلام وطالبوا قيادة فتح ان هي تدين كلام الجاغوب هذا حتى لا تكون متواطئة مع العدو طبعا مين لها يدين هم اصلا متواطئين مع العدو ما فتح انتهت يا جماعة فتح النهاردة مش هي فتح ايام ياسر عرفات فتح ايام ياسر عرفات كان فيها مشاكل وكان فيها فساد وكان فيها حاجات كتير لكن كان فيها قتال برضو وكان واصلا هي مذابح صبرة وشتيلة ما عملتش في لبنان الا بعد ما فتح اوقادة فتحة خرجوا من لبنان الى تونس بعدها باسبوعين سقطت المذابح وحدثت المذابح بتاع صبرة وشتيلة المشهورة يعني فتحة بتاع زمن غير فتحة بتاع الوقتي فتحة بتاع الوقتي هيصني يا سيدي والشرفاء من فتح مرميين في سجون اسرائيل وشمعنا في سجون اسرائيل لان لو محمود عباس سجنهم هيتفضح اكتر في المجتمع الفلسطيني فاسرائيل عايزة ان هي تسطر عليه في المجتمع الفلسطيني مش حبا فيه عايزة تسطر لان هي عرفة ان ده الكلب المخلص بتاعها اللي بيمشي المؤامرات والمخططات بتاعتها ده هو اللي حاصل يا ابو الابطال في النقطرية فاسرائيل بتعتقل قيادات فتح اللي عندها نخوة حتى لو نخوة قومية عندها نخوة وعندها استعداد للتضحية وعندها استعداد للصمود وعندها استعداد كذا وكذا وكذا فاسرائيل بتعتقلهم فبتحقق مسألتين في منتهى الاهمية المسألة الاولى ان هي بتعين اي منافس شريف او نصف شريف من وجه محمود عباس والمسألة التانية ان هي بتلمع محمود عباس قدام الفلسطينية انه مش هو اللي اعتقل القيادات ديت والموضوع ماشي ايه بهذا الشكل الجماعة فتح الوقتي والجيش المصري نفس النسخة بالضبط الاتنين عبيد للصهينة والاتنين خدم للصهينة والاتنين يأتمرون بامر الصهينة والاتنين كلاب حراسة للصهينة يعني لا فيه فرق بين السيسي وعباس فيه حتى تقدر تعتبر الاتنين حقيقا يعني في الحقيقة صعب انك تحط واحد يعني اسوأ من التاني الاتنين اسفت من بعضهم ارجع للجيش الصهيوني واقولك انه هو كرر اكتر من مرة انه هو عايز صفقة باي تمن وخد بالك بقى الجيش الصهيوني ده يعني انا حططولك كله يعني كزئب من الزئاب السبعة او التمانية او حسب ما عدتلك بقى في الفيديو لكن انا اعتقد ان الجيش الصهيوني ان الجيش الصهيوني نفسه ككل مليء بالذئاب اللي تحيط بيه النتنياهو دا هو الاحداث اللي حصل وان شاء الله لنا نقاء والسلام عليكم